وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين الشاب أو الفتى الذي يستطيع أن يدير الشهوات بشكل ناجح وينضبط بهذا المنهج ما هي آثار ذلك بشكل ناجح؟ أولاً الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك وإذا أمرتها أطاعتك ما في شاب بغض بصر عن محارم الله إلا وله مكافأة من جنس عمله زوجي صالحة تسره إن نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها تطيعه إن أمرها الطيبون للطيبات فهذا أقتل دقيقة جداً أنا لما أغض بصري أنا لست في الحرمان أنا في وعد إلهي وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين أقسم لك بالله إذا ما بيقول الشاب وهو يغض بصره ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني أنا مسؤول الله غض بصره بس الله وعده في زوجه صالحة تسره إن نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنه شيخ محمد مكافأة من يدير الشهوات بشكل ناجح في الدنيا وفي الآخر؟ في الدنيا قبل الآخر ولمن خاف مقام ربه جنتان له جنة في الدنيا وجنة في الآخر ولمن خاف مقام ربه نريد مثال للبنات إحنا معظم الأمثال كانت للشباب الذكور حتى لا يزعلوا علينا فهذه البنت محببة لكل البشر هيك طبيعة الحياة فحينما سترت مفاتنها عن الأجنبي نعم واتدخرت مفاتنها لزوجها ولمحارمها نعم ولا فيه الأبن وفيه الأخ والعم والخال مفاتن المرأة أولاً للزوج له حالي خاصة والمحارم لهم حالي نعم فحينما سترت مفاتنها عن الأجنبي نعم واتدخرت مفاتنها لزوجها بطريقة ولمحارمها بطريقة أخرى نعم هذه حققت كل أهدافه يعني عفواً لا السيارة خاصة التروس الباب له دغمة رائعة نعم الآن لواحد أما السيارة العامة له الباب له الترتيب تاني لتخبطه نعم مستعمد اليوم اليوم مرة نعم فدائماً لما يكون حسب منهج الله عز وجل فيه زواج وفيه محارب فهذه المفاتن التي متع الله بها المرأة وجعلها مرغوبة ومحبوبة إذن من أنضبر اندخلتها نعم لزوجها ولمحارمها وحجبتها عن العامة ارتقت عند الله جميل والمكافأة زوج صالح يكرمها ويحفظها ويحبها ولا ينظر لغيرها أبداً نعم جميل إذن هي ستؤجر من انضبطت بأمر الله بالحجاب الشرعي عند الله حسنات يوم القيامة تنفعها وفي الدنيا زوج يكرمها لا ينظر إلا إليها يحسن معاملتها وهو مأمور بذلك فريضة شرعية عليه جميل جميل